جزاكم الله خير وأحسن إليكم طالبة من حفر الباطل تقول نون السعداني تسأل وتقول ما حكم مكالمة الدكتور في الكلية في الاختبار الشفوي مع أنني طالبة ملتزمة ولله الحمد فإذا لم يكن هناك نقاش فربما أخرى من بعض الدرجات وجهون جزاكم الله خير مكالمة المرأة للرجل في حدود الحاجة وبدون حتنة وبدون خضوع بالقول أو ممازحة لا بأس بذلك لا بأس بالمساءلة بين الرجل والمرأة في الحدود المعروفة التي ليس فيها يطمع العجال بالنساء قال تعالى النساء نبيه صلى الله عليه وسلم وربي الله عنهم فلا تخضعن بالقول في يطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفة فتخاطب الرجل مدرسا كان أو غيره بحاجتها مع الستر والحجاب وبكلام معروف ليس فيه إطماع لذوي الفتنة وليس فيه خضوعا بالقول وليس فيه ممازحة ولا شيء مما يريد